تجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة وموقف التعوضات المقررة لأهالي المنطقة طبعاً هذا الاجتماع حضروا المهندس كامل وزير نائب رئيس مجلس الوزراء والتنمية الصناعية ووزير الصناع والنائل والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية المهندس شريف الشيربيني وزير الإسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور إسلام رجب نائب المحافظ مواندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العبرانية لجهدات قطاع التنمية وتطوير المدن واللواء أشرف العربي رئيس المكتب السشاري بالهيئة الهندسية القاتل المسلحة واللواء خالد الأشلان مدير إدارة أملاك الدولة بحافظ مطروح إلى آخر الأسماء اللي حضرت طبعاً مشتجدات الموقف الخاص بالمرحلة الأولى لمشروع تنمية رأس الحكمة بهدف العمل على تزليل أي تحديات وحل أي مشكلات وأكد رئيس الوزراء على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الجهات المعنية رئيس الوزراء جدد الإشارة إلى الجهود المستمرة لسرعة تسليم الأراضي خاصة بمشروع تنمية رأس الحكمة للشركة الإماراتي البدء في أعمال البنية التحتية لهذا المشروع المهم اللي من شأنه أنه يساهم في تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هذه المنطقة الواعدة من مقاومات وإمكانات تجعلها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية وخاصة في قطاع السياحة محمد الحموصاني المستشار محمد الحموصاني متحدث الرئاس باسم رئاس مجلس الوزراء قال بأن الاجتماع تناول مستجدات موقف حصر قطع الأراضي والمنازل والمباني والمغروسات في مدينة راس الحكمة وما تم صرفه من تعوضات لأهالي المنطقة حتى اليوم أضاف المتحدث الرسمي تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي الخاص بعد التسكين المرحلة الأولى داخل ولاية محافظة مطروح بمنطقة شمس الحكمة وما تم تحريره من عقود للأهالي في هذا الشأن وما هو متبقي من عقود جاري العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة به ده الاجتماع الثاني اللي عمله رئيس الوزراء يبقى عندي مشروع اجتماع خاص به آلية تغيير حدود الكربون عشان أصدر عشان يبقى عندي صدراتي عندها قدرة تنافسية والاجتماع الثاني عشان رأس الحكمة اسلم الأرض للشركة الإماراتي وأدي مستحقات الناس الأهالي عشان المشروع احنا مش عاملينه عشان نتفرج عليه عاملين مشروع عشان يشتغل لما يشتغل تعمل بنية تحتية اشغال شركاتي اشغال مؤولين اشغال موانسين افتح فرص عمل للناس يجي لحاجات من بره اشتغل لانه المشروع بس مش ان احنا ضخوا فلوس وخدتها الدولة وخلاص لا ده المشروع تنموي مشروع شراكة تنموية مستدامة هتمقل هذه المنطقة نقلة نوعية هائلة وتعيد لمنطقة السحل الشمالي الغربي الهدف الاساسي من التنمية اللي بين قسين تنمية مستدامة